اشتركوا في القناة في بيتنا اللي احنا عايشين فيه ببني الجنة مفتوحة ليه مش عايزة الكلامة عالجنة مادام بنراعي ربنا فيه دا بيت مؤمن ورز وخلا دي نعمة ولا بتنوز المال زوجين صالحين واحلى عيال فيه احلى من كده وصنا ربنا وصنا بقلمتنا امانا سنهاوي وفيه وقت من الليلة ربنا فاجدي دا من الليلة فاخدني جمت عيالة نفتح قلوبنا لبع وصنا ربنا وصنا بقلمتنا امانا سنهاوي وفيه الوعد من الليلة صفحة جدي دا من الليلة بقلمتنا امانا بقلمتنا امانا صنهاوي وفيه الوعد انت يوم بتعلي صوتك على صوت ابوك انت مزقت علاقتك بربنا يا شباب ارحم ابوك امك حن على ابوك امك دا انت بهم تخش الجنة متقولش انا مش محتاج حتى لو مش محتاج ابدا والله محتاج دا هم بركتك دا هم خيرك لو دحكت امك في رمضان كل يوم افرح بلا حيحصل لك في نهاية رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهلا بكم ونكمل مع بعض الجنة في بيوتنا نعيش مع بعض يوم بيوم وكل يوم نضع قاعدة من القواعد التقالف الأسري كل القواعد دي موجودة على عمر خالد دوتنيت كل اللي قلناه من ساعة نبتدين هتلاقيه بشكل شيك لو عايز تتضعه وتعمله داونلود وتكتبه عشان دي قواعد التقالف الأسري بقالنا يومين مبارح والنهاردة ماشيين مع قاعدة أساسية صاحب ابوك رمك من خلال سبع أفكار او سبع طرق أساسية حشاورهم في أموري حصبر على حاجات ما بتعجبنيش من تصرفاتهم حساعدهم حدخل البسمة على وجوههم حزور واسأل على صحابهم ولو من حين إلى آخر حدعوا ليهم فاضل واحدة حسأل عن أخبارهم وأظهر اهتمام بالحاجات اللي هم مهتمين بيها طيب هو معلش أنا كل الحلقة دي عمالة حنن قلوب الشباب على أهليهم طب هو ربنا عايز البر دا شكله ايه؟ يعني هل ربنا وصف لنا؟ آه وصف لنا فيه أي حلوة أوي؟ الآية بتقول وقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانة وبعدين وتمشي الآية وبعدين واخفض لهم جناح الذل من الرحمة مش كده؟ يعني ايه واخفض لهم جناح الذل من الرحمة؟ هو الذل له جناح يعني ايه اخفض لهم جناح الذل؟ مش فيه آه قصديا مستعارة دا معنى مستعار من الطيور ايه الطيور؟ الطيور لو دخلت في عراق مع بعضها والمنائير وقعدوا يخبطوا البعض في الآخر فيه واحد بينهزن فيعلن استسلامه إزاي؟ عشان يقول أنا استسلمت فيقوم فارد جناحه ومنزله على الأرض ويقف قدام الطير التاني المنتصر وهو فارد جناحه على الأرض وعشان الجناح كله يتفرد على الأرض من تلوائف كده الجناح هيبقى عامل كده لكن عايز ينزله على الأرض فيقوم منزل منقاره في الأرض يخلي منقاره فاهميني ده الصورة؟ حد شايف الطير هو عامل كده؟ ينزل منقاره في الأرض عشان الجناح كله يتفرد على الأرض ويمشي ويقف قدام الطائر التاني المنتصر وهو عامل الجناح كده ها ربنا بيقول لك كده بقى بيقول لك تعرف تبقى كده لو كمك واخفض لهما جناح الذل تواضع أوي انزل انزل يا أخي انزل كمان لسه الجناح ما نزلش نزل كمان نزل لغاية ما يلمس لمس الأرض تواضع واخفض لهما جناح الذل أصبر على اللي مش عاجبك تواضع وانزل عديه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يعني إيه من الرحمة؟ انت مش بتعمل كده احنا مش عايزين شخصيتك انت بقيت بيلا شخصية لا مش معنى ان انت بتذل نفسك لبوك ومك وبتتواضع ليهم ان انت بقيت بيلا شخصية لا ده احنا عايزينك تحافظ على شخصيتك بقيت بيلا قرار لا ده انت لازم تكون صاحب قرار ولو مش موافقين على رأي ده احنا لسه كنا بنقول في الحلقات المشاورة وخد رأي ولادة لا وانا ليه رأي مختلف يا بابا ومش معنى كلامي دون ان كل حاجة بقول انا متنازل عن رأيي تماما لا في بعض حاجات احنا هنتشاور فيها ادخل الكلية دي ولا الكلية دي هنتشاور فيها انا مش بابا مش موافق على الجوازة دي من حق ان انا قاعد اقول رأيي واعرض رأيي لكن طبيعة العلاقة ايه في غير مش بلغي شخصيتي مين الرحمة هتخفض الجناح ده ليه؟ رحمة بيه ده مش إلغاء لشخصيتك ده رحمة وبعدين قالك مين الرحمة مين يعني بعض من الرحمة ده جزء من رحمتك بيهم ده انت عليك رحمات كتيرة قوي بيهم واخفض لهما جناحة ذل من الرحمة ده المعنى وبعدين بداية الاية وقضى ربك وقضى خلاص امر انتهى وقضى ربك قال لا تعبده إلا إياه وبين والدين إحسانة قرن ايه؟ قرن بلا إله إلا الله التوحيد وبين ايه؟ وبين در الوالدين يعني الاتنين دول مقامهم عالي زي بعض الاتنين دول غاليين قوي على فكرة عمر ما يجيب الوالدين إلا ما يجيب معاها الأمر بلا إله إلا الله أو بالتوحيد أو بعبادة الله كأن الاتنين دول غاليين زي بعض لأنه لو قالك وبالوالدين إحسانا لوحدها آه أمر من الأوامر لكن يجيب لك الاتنين مع بعض مع أن الصورة ما بتتكلمش عن التوحيد وقضى يعني الآية كل الآية بتتكلم عن بر الوالدين طب إيه اللي جاب التوحيد هنا؟ جاب لا إله إلا الله هنا عشان يقول لك دي غالية قوي أنشكر لي وإيه ولي والديك دايما يجيب الاتنين مع بعض دول غاليين قوي 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 مين بقى حيخفض جناح الدول مين من النهاردة حيطوضع مين حيروح بعد الحلقة دي بيشوف إزاي يخفض الجناح ويفتكر الطائر وهو بيمد جناحه ويقول هيا دي طريقتي مع أبويا ومي من النهاردة يا طرق قلبك رأى يا بنات يا شباب ها رأى قلبك ولا لسه طب أساعدك أكتر أساعدك تعمل السبعة اللي احنا اتفقنا عليهم طول الحلقة وقلبك كده بقى يبقى زي المية أقول لك كم حاجة أربع حاجات كده أربع حاجات يرققوا قلبك على بوكمك الأولى ذكريات الطفولة يعني إيه تيجي نفتكر الماضي عايز تعمل السبعة وإنت قلبك جامد ومقبل إزاي يمتلق قلبك بأن أنا عايز أعمل السبعة لأنه ممكن شباب يسمعني الوقت يقول لي يا سيدي والله أنا موافق على كل اللي إنت قلته بس يعني عشان حكاية تصبر دي وأقدم مساعدات لسه تقيل على قلبي أقول لك حاجات تشجعك أول حاجة أول حاجة تشجعك ذكريات الطفولة دي طريقة القرآن على فكرة يعني طريقة القرآن طريقة القرآن في تحنين قلبك على أبوك أمك فاكر زماني كلنا بنحب ذكريات الماضي مش كده كلنا بنحب ذكريات الطفولة فاكر لما كنت بتمسك إيدها وتقول لها مسكي إيد يا ماما فاكرة ممكن تسرح معايا بالذاكرة كده فاكرة وانت صغيرة لما سابوكي في البيت مع ناس تانيين عشان هما راحوا مش وار وقعدت اتعيطي عايزة ماما كلنا حصل لنا الحكاية دي مش كده فاكرة لما كنت في محل وخفت التوه منها وقعدت اتعيط وفضلت لازق فيها فاكر لما كنت بتعيط طول الليل وانت لسه صغير طبعا مش فاكر وابوك عنده شغل بكرة وعلى قلبه زي العسل وصابر عليك الماضي انت كنت ايه انت هتتكبر دلوقتي مش عاجبينك دلوقتي انت ناسي انت ناسي انت كنت في بطنها بتاخد الدم اللي في بطنها بتاخد الحديد والكالسيوم اللي في بطنها ده هي طلعت بعد الولادة ضهرها بيوجعها ووجليها مش شايلها بسواك وفرحانة ايه يا عم طريقة القرآن امك اللي مش عاجبك ديا كان عندها وهي في سنوي وجامعة احلام كبيرة واماني كبيرة الاحلام دي عشان خطرك بقت حلم واحد بس اسمه انتي اتنازلت عن كل احلامها وخلتهم حلم واحد بس ان انت تكبر كان عندها احلام بشغل ونجاح وصفر وجواز ويمكن اتطلقت او يمكن بقت ارمالة وبقيت انتي واتنازلت عن كل الاحلام دي مقابل حلمك انتي يعني انت قلبك قاسي كده ليه عرفت ليه القرآن دايما يقولك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة بيفكرك طريقة القرآن فتحنين قلبك على بوك ومك فكرة فكرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة حملته امه كل القرآن ماشي كده حملته امه وهنا على وهن وفي صاله في عامين دول كانوا اصعب عامين عمالة تشيل وتردع انشكر لي ولي والدي كعيب عليه محيب ايه الاسود ايه الجحود ده طريقة القرآن كده وطريقة النبي كده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم شايل امه في الحج وماشي بيها بيحجة بيحج وهو شايلها اظن بقى ما فيش مساعدات اكتر من كده بيحج شايلها وبيبص للنبي في وسط زحمة الحج وتعب الحج وحر الحج يا رسول الله قد قديت شكرها شكرتها كده يا رسول الله فقال له النبي حيذكره بالماضي ولا بطلق من طلقاتها ولا بطلق من طلقات الولادها ولا بطلق وحدها حملتها وانت تريد لها الموت وحملتك وهي تريد لك الحياة صلى الله عليك يا رسول الله انت شايلها وبيتقول امت تموت لكن هي كانت شايلك وبيتقول يا رب يعيش شفت طريقة القرآن حلوة زي جاء شاب الى النبي يشتكي من أبوه النبوه بيقول له كل شوية ديني فلوس فالنبي قال ايتني بأبوك لأنه ممكن فعلا يكون مبالغ فيها فجاء رجل يتكأ على عصى كبير فقال يا رسول الله إن ابني هذا كان صغيرا كان ضعيفا وأنا قوي كان فقيرا وأنا غني فلم أمنع عنه مالي أما اليوم فأنا كبرت صرت ضعيفا وهو قوي صرت فقيرا وهو غني فيمنع عني ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمع هذا الكلام حجر أو شجر إلا بكة الكلام ده يهز الحجر والشجر إنت قلبك قاسي كده ما يسمع هذا الكلام حجر أو شجر إلا بكة ثم قال للشاب من أنت ما أنت إلا حسن من حسنات أبوك أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك يا زوجاتي اللي بتقولي الأزواجكم ما تديش لأبوك وكفاية بقى كده وإحنا لغاية إمت إمت ومالك لأبوك رأي أقل كان سيدنا أبو هريرة صحابي فاهم فاهم إن ده مدخل القرآن كل ما يشوف أمه يقول لها إيه رحمك الله كما ربيتيني صغيرا فاهم فهي ترد عليه وتقول له إيه رحمك الله كما بررتني كبيرة شايف أمه ابنها ذكريات الماضي يعني أنا حقول لك حاجة تانية تفكرك بذكريات الماضي قصة جميلة أوي أم كان ابنها عاق أوي صعب أوي كانش بيطاعها وجديد عليها وقاسي أوي ما بيكلمهاش وهي تعبت أوي بعتت له مرة رسالة حطتها له في قطه كتبت له كلام بتفكره بذكريات الماضي بتقول له إيه بتقول له تمنيتك قبل أن توجد وأحببتك قبل أن تولد وربيتك قبل أن تكبر حتى صارت حياتك أحب إلي من حياتي فارفق بأمك فارفق بأمك أنت قبل ما توجد تمنيتك ولما كنت في بطني حبيتك وقبل ما تكبر ربيتك لغاية ما بقت حياتك أحب إلي من حياتي فارفق بأمك لما كبرت شايفين المعنى ده رأي قلبك بقى ها قلبك اتحرك ولا ده لست ماشي ده ياه ايه يا شباب الأسوأ لي ليه كده ليه زي قلوبنا بقت أسية كده فاكر السابع حاجات شاورهم في أمورك أصبر على ما يعرفكش إيه وعا تغضب إيه وعا تظهر الضيق ها تسأل عليهم وعلي يهمهم تقدموا ساعدات لهم تدخل البسمة على وجههم ها هتعمل الحاجات هتدعي لهم هتسأل على قريبهم سبع حاجات وصانا ربنا وصانا بقلبكنا أمانة صنهاي وفي الورد اشتركوا في القناة الحقهم قبل ما يمشوا الحقهم قبل ما يمشوا فاكرين حديث النبي رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من يا رسول الله من أدرك أبويه قبل ما يروحه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخلاه الجنة رغم أنفه يحط أنفه في الطراب عشان تعرف قمتهم قبل ما يمشوا أنا حقرالك حاجة وححكي لك حاجة حقرالك بنت بعد البريد القراء أنا وجدتها بالصدفة بنت بعد البريد القراء في جريدة خليجية في بريد القراء بتقول رحل اليوم عن دنيانا أنا إقزانوا لي حقرالكم زي ما هي كتبها رحل اليوم عن دنيانا شخص عظيم لم يكن زعيما من الزعماء ولا طبيبا مشهورا ولا أحد أبطال الحروب ولا شخصية رياضية ولا ملك من ملوك المال لن ترى صورته أبدا في صفحات الاقتصاد أو غيره ومع هذا فقد كان في عيني أحد العظماء رحل اليوم أبي البنت بتقول رحل واحد عظيم أنا شايفه عظيم رحل أبويا بتقول لم يكن أبي يفعل أشياء فوق العادة كانت كلها أمور عادية يدفع فواتير التليفون يذهب للمسجد للصلاة يساعدنا في عمل واجب المدرسة يصاحب أمي في سيارة للتسوق يوم الخميس لكني أراه عظيما لأنه أبي هذه أول ليلة سأعيشها بدون أبي البنت بعت الحكاة دي يوم ما مات أبوها بتقول الآن لكل مرة لم أظهر الآن أشعر بالأسف لكل مرة لم أظهر فيها احتراما كافي لأبي قال يا الآن أبكي دما بدل الدموع لكل لحظة طلب مني طلبا فتركته ونسيته أشكر الله أن جعل أبي يعيش معي خمسة عشر عندها خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة كاملا أنا سعيدة لأن أبي قبل أن يموت نظر إلي برضاه ما ذالت هذه النظرة الشيء الوحيد الذي يطمئن قلبي ماتت الملائكة ماتت التي كنا نكرمك من أجلها اللي كنا بنكرمك عشانها ماتت فعمل صالحا لنكرمك ما عادش حد حيساعدك في الدنيا دي بعد دمك ما ماتت إلا أنك تعمل حاجة كويسا إذا كان ذكرات الماضي ما بترققش قلبك ففوات الفرقة وفوات الأوان وأن يموت واحد فيهم يمكن يرقق قلبك فلاقيت صاحبي دا بيكلمني في التليفون وبيقول لي نفس الجملة والله يا جماعة هو بيبكي وبيقول لي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها أقول له فيه يا خالد يقول لي ماتت التي كنا نكرمك من أجلها والله يا أخواننا زي ما بحكي لكم وبيحكي على نفسه وبيبكي يا خالد في إيه قال لي مثلا خمستاشر مرة وأنا مش تاهم بس فهمت من الكلام إن والدته يا خالد أصبر إيه دا يا خالد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها من كتر ما هو بيقولها حسسني بمي إن أنا خايف على أمي لما خالد قفل لقيت نفسي بكلم أمي أنا بسأل عليك أنت كويسا طمنيني عليك دا عيدي راضي إلحى أمك قبل ما يفوت الأوان إلحى أمك قبل ما يفوت الأوان لو دا مش حيرقق قلبك بيحكي لي واحد بيقول لي أمي ما كانتش بتلفت نظري في أي حاجة فيها ما هياش جميلة وزنها زايد مشغولة في الشغل عصبية عمرها ما لفتت نظري لغاية يومتها في الجنازة لقيت الناس اللي بيشتغلوا معاها ومديرها جايين الجنازة اللي يخبط على كدف يقول لي أمك كانت ستة عظيمة تصدق كانت بتشتغل 3-4 ساعات زيادة هي كانت مطلقة بتشتغل 3-4 ساعات زيادة عشانكم اللي يجي يقول لي على فكرة أمك أطيب قلب يشفته في حياتي خلو يقول لي من كتر الناس اللي بتتكلم على أمي أنا عمري ما التفتت الأمي أنا عمري ما حسيت إنها عظيمة أنا عمري ما شفتها كده روحت بالليل بعيط أبص في صورتها وعيط أنا معرفتكيش أنا ما التفتش إليكي الناس عرفتك وأنا معرفتكيش ليه أنا كنت كده عشان ما كنتش عايزة شوفك عشان كنت كل اللي شايفه صحابي وكل اللي شايفه الأضواء وا 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 أنت كنت ستة عظيمة كنت فاكر إن الست المنمقة الجميلة هي دي بس الست اللي تعجب والله أفخر بيها إنها أمي لكن أنت كانت إيديكي مجرحة كانت إيديكي مجرحة عشاني كانت إيديكي مبهدلة عشاني كانت شعرك ساعات بيبقى منعكيش عشاني أنا كنت قناني الحكاية دي هو كتبها وأنا قررتها في كتابه واحد من الشخصيات يعني بدون ذكر أساني ماتت التي كنا نكرمك من قبلها أثر فيكو الكلام ده لو ما أثرش ليك كل دوا فافتكر عطفتها ليك يعني طب يحن قلبك بإيه قلتلك واخفض لهما جنح الذل قلتلك وقضى ربك امتهى قلتلك افتكر ذكرات الماضي قلتلك الحق قبل فوات الأوان بقولك افتكر عطفتهم ليك السيدة عائشة مرة قاعدة ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان بره آسف فجاءت لها امرأة فقيرة جائعة بطلها من الجوع ومعاها ولدين صغيرين فبتقول السيدة عائشة جعانة أنا ولادي فالسيدة عائشة دورت ملقاتش عندها غير ثلاث طمرات فأنتمت مطلعت ثلاث طمرات ومديهم لها فالستة عملت ايه قمت واخد طمرة مديها الولد وطمرة مديها الولد وهي جعانة فمسكت الطمرة الثالثة حتى كلها ميتة من الجوع فالولدين خلصوا الطمرتين وبصولها فقمت أسمى الطمرة الثالثة نصين مديها الواحد نص ومديها للتاني نص السيدة عائشة تأثرت فجاء النبي فحكيت له السيدة عائشة فقال النبي أخبريها أن الله قد رحمها برحمتها لصديها خلاص ستة دي رحمت خلاص افتكر عطفة أمك يا أخي الحكاية اللي أنا حكيتها دي أمك عملت حاجات كتيرة لها وأبوك عمل إياما كان نفسهم يتفسحوا في الحتة الفلانية قالوا لا بس هو بيحب وهم ما بيحبوش يروحوا يعملوا ايه في الملاهي ما بيحبوش الملاهي نروح الملاهي عشان هي بتحب الملاهي نروح الحتة الفلانية غيروا حياتهم عشانك تؤمنت النهاردة تقفل على باب قطتك وتقول مش فاضلكو يا أخي حرام عليك إذا كان كل ده ما هزكش فأنا بحذرك من غضب ربنا يوم القيامة يقول النبي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أول واحد فيهم مين العاقل والدي لا ينظر إليه أصلا ده مش موجود لا ينظر إليه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ده لا ينظر إليه ده مش موجود ده العاق ده يقف يقف لوحده كده ينزوي في حتة لوحدها لا يدخل الجنة عاق حتى يقضي الله بين الخلائق خليك واقف حتى لو أعمالك تانية جيدة تستنى بقى برة لغاية أنا يا شباب أقول لكو ربنا رحيم أوي وغفور أوي بس في دايرة اللي بيدخلها بيغضب أوي ترك الصلاة وعقوق الولدين مين يوعد بالسبعة بقى خلاص قربنا نخلص مين ينفذ السبعة تيجوا نمسكهم واحدة واحدة تانية تيجوا يعني نقفل بيهم نخلص بيهم ونقضي على العزال اللي في بيوتنا ونرجع الجنة تخيل لو عملنا السبعة دول ده يبقى اسم البرنامج يتحقق فعلا تبقى الجنة في بيوتنا تحافظ على حب وكومك تحافظ على البيت ما هو قص الأب بيقول إيه مراطي الحب قال والولاد مطلعين عينية مش عايز البيت انت يا شباب تقدروا ترجعوا الحب للبيت نقول السبعة تاني استشرهم في شؤونك عارف تعمل معهم في استشرهم في شؤونك ده زي مين تعمل زي سيدنا موسى عارف سيدنا موسى لما راح للخضر وهو سيدنا موسى وعظيم ونبي راح للخضر يقول له إيه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة ممكن تديني من خبرتك ممكن تقولي لابوكي كده ممكن تديني من خبرتك احكيلي يا بابا وعملت إيه سنت كذا استشرهم اطلب نصحتهم احكيلي بقى وإحنا صغيرين عملت إيه تخيلوا حكايات ذكريات الماضي ديا ان انت اللي تفكريت ذكريات الماضي ده انت يا بابا عملت معنا يوم كذا كذا وعملت معنا يوم كذا كذا وعملت يبقى فعلا يبقى دي أول نقطة ها حتستشرهم في شئونك اتنين اصبر على ما يعجبكش تعمل زي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل فاكرين إسماعيل بيقول له إيه قال ستجدوني إن شاء الله صابرا بيقول لابوه ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا حتلاقيني بقولك حاضر يا بابا حاضر حلو قوي ما تعملوش يا ولادكو للعند ما تخليش الشيطان يخليك اعند والله بيجي لك الشيطان يقول لك كده اعند غلس غلس وما تمشيش كلامه دوس عليه لا حاضر ستجدوني تعرف تقالل سيدنا إسماعيل ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا مش دي أعرف القرآن طيب يبقى دي نمرة اتنين ها حتصبر على الشيء اللي ما يعجبكش يا عم ده حتى لو كفار حتى لو إيه بيعملوا إيه سيدة أسماء بنت أبي بكر يوم فتح مكة أمها كافرة وسيدة أسماء دخل مكة مع النبي فقالت يا رسول الله أقص الأمي قال نعم صلي أمك أمي كافرة يا رسول الله قال صلي أمك والمقصود بيها من الصلي يعني وصليها سألي عليها وبس صليها بالمال كمان صلي أمك سعد بن أبي وقاص أمه قالت له لو ما تركتش الإسلام حفظ الوقفة في الشمس ومش حاكل ومش حشرب ومش حستحمى قاعدت تقول له شوائد حاجات كده قال والله لو كانت لك مئة نفس خرجت واحدة بعد الأخرى من أجل أن أترك الإسلام ما تركته فاشربي أو لا تشربي فنزل القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بيه ما ليس لك به علم فلا تطعهما أنت صاحب في الحاجات دي لا مبادئك مش هتسيبها أنت عايز تعمل نهضة عايز تصنع الحياة عايز تصلح الأمة لازم تعمل كده لأن ده أوامر من ربنا فلا تطعهما لكن بقيت الآية إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة لا يا سعد بالراحة يا سعد عايز تحافظ على مبدأك حافظ على مبدأك أنا بابنقول لك شغل شخصيتك لكن مش كده بالراحة بالراحة بحب بودة بتبتبه بمحاولة إرضاء طب مصرين محاولة إرضاء مصرين محاولة إرضاء مصرين يا ربنا عملت اللي عليك طب يدعو علي بعد ما عملت كل ده ربنا لا يستجيب لدعاء بعد ما أنت عملت كل اللي عليك لكن تفضل تبرهم وتسأل عليهم أمي بتدي عليهم حتى لو ما عملتش حاجة عشان عصبية مش أنت مش أنت بترضي ربنا بتعمل السابعة اللي اتفقنا عليهم بعمل على قد ما أقدر خلاص خلاص إن شاء الله لا يقع هذا الدعاء وتفضل تحاول تراضيها على قد ما تقدر يبقى تصبر عليهم تستشيرهم في شؤونك تسأل على أخبارهم النقطة الرابعة تقدم المساعدات تقدم المساعدات إخواننا ربنا يجيب لك في القرآن أكبر حاجة لتقديم أصعب حاجة عشان يقول لك أي حاجة تحتها المفروض تعملها إما يبلغانا عندك الكبر عجزوا ظهرهم معادش مفروض مش لقين حتة يعدوا فيها معادش ينفع يعدوا في بيتهم لوحدهم معادش عندهم فلوس إما يبلغانا عندك الكبر أحدهما أو كلهما ما تقولش ما قدرش أستحمل اتنين فلا تقول لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما بعض الرجالة والستات لما بهم يجبروا ويبدأ أبوي يتصرف تصرفات يشخطوا فأبوهم أموهم علشان أصله هو كبر ومش واخد باله وقل لهما قولا كريما ما ترميش أبوك أمك في دار المسنين طب يبقى اللي تحتيها يا شباب إذا كان إما يا ابن غنى عندك الكبر أحدهما قالو كلهما أبو يا أمي ما قدرش أسيبهم أبو يا أمي ما قدرش أتنزل عنهم ما رميهمش في دار مسنين أبدا ما قدرش أعمل كده طب يبقى اللي قالي من كده من مساعدات اشتري لي كذا من الشارع لا خلي يا أخويا التاني اشتري لك مش فضيلك اعمل لي كذا وديني للدكتور هات لي كذا آسف ده ربنا بيقولك أصعب واحدة ما لما يجبره ويبقى معاك مراتك وابوك يبقى مش قادر وتروح لمراتك تقول لها أجيبهم البيت وتقول لك لأ 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 هيحصل كده حتساعدهم كده مستعدة تساعد كده فيه واحد اسمه ابن حجر اسمعوا عنه اللي شرح البخاري بيقول أمي في يوم من الأيام عيت بشدة وأنا كان عندي درس علم فقلت لا والله أدع درس العلم من أجل أمي دمي يقول فابتة الليلة ويادي خلف رأسها حطت إيدي وهي سندة رأسها على إيدي ويادي الأخرى في يدها وأنا أدعو لها وأقرأ قل هو الله أحد حتى خدلت يدي مش قادر نملت مش قادر أشيلها فقلت يا رب يدي وأمي يعني إيدي بس دمي فقلت اليد لي والأم طاع لله فصبرت يقول والله ما أنا فيه من العلم اليوم ببركة هذه الليلة شرح البخاري ده اللي شرح البخاري اللغاية النهاردة شرح البخاري بتاع ابن حجر هو اللي بنقرأ فيه النهاردة هو بيقول هي بركة الليلة دي خلي بالكو يا شباب يا بنات أنا سألت كتير قوي من رجال أعمال وناس نجحين يقول لك سري نجاح يا أمي وناس كتير منهم مش متدينين سري نجاح يا أمي أنا ما أقدرش أروح بيتنا أنا ما أسأل عليها أقول لها دعيلي وفوت في الحديد ما يهمنيش بس سأقول لها رضيه ادعي دعت ما عادش عندي مشكلة ناس كتير بركت حياتهم أمي دعت لي أمي رضيها وجربوا الحكاية دي وديما ندور زي ابن حجر كده فضل بيقول ده هو بيحكي الحكاية دي على فكرة بيقول أنا ساعتها كان عندي عشرين سنة ساعتها كان عندي عشرين سنة أنا حكيت مرة حكاية أنه كان فيه واحد اسمه دكتور عزيز كنا في إنجلترا والدكتور عزيز واحنا مشين أنا وهو وابوه في أكسفورد ستريت كده وأكسفورد ستريت ده مليان عرب يعني إيه وهو أستاذ الجامعة أستاذ الجامعة في بريطانيا يعني راجل دكتور عزيز ده راجل محترم يعني حاجة كبارة كده يعني هو وابوه وابوه جاي من نصر يزوره في إنجلترا وإحنا مشيين الرباط بتاع جزم تابوت فك والله العظيم شفت اللقطة دي بعناي قال له ثانية واحدة يا بابا ثانية واحدة وقام نازل على الأرض وقعد يربط له رباط الجزم لقيت أبوت بيططت كده وزي التسم ربنا يرضى عنك يا بني يا بختك يا دكتور عزيز مين يقدم مساعدات مين يقول لها رمضان السنة دي الموعين كلها عليها خلاص انتهى الموضوع النقطة اللي بعد كده مين يدخل البسمة على وشهم فاكريني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله شاب وقال له يا رسول الله جئتك لأجاهد في سبيل الله قال أحي ولدك أبوك ومك عايشين قال نعم وقد تركتوهما يبكيان ده أنا شوف شوف أنا بذلت أدئي من أجل الإسلام ده أنا سيبهم بيبكوا من أجل أن آتيك قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما فيهما فجاهد روح جاهد فيهم شوفوا بقى درجة بر الولدين فين روح دحكهم زي ما بكتهم وأنا بقول لك يا شباب و يا بنات بكناهم سنين كتير بيسقطنا في سنة كذا والعملة الفلانية والغلطة الفلانية ولين عزال السنين تحكوهم أضحكهما كما أبكيتهما النقطة اللي بعد كده اسأل على صحابهم سيدنا عبدالله بن عمر بن الخطاب ماشي مرة في الشارع فلاقى إيه فلاقى راجل أعرابي ماشي فقال ألست أنت فلان ابن فلان قال نعم قال فاركب حماري هدية و أم دنيا حر أم قالع سيدنا عبدالله بن عمر الإمامة بتاعته و منبسه له فقال الناس ليه ما تفعل ذلك قال إن أبا هذا كان صديقا لعمر بن الخطاب أبي ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن تصل أهل ود أبيك صحاب أبوك إنك توصلهم أبر البر النبي بيقول كده إن أبر البر إنك توصلهم أم يدين الحمر بتاعهم و بلبسهم عمامة بتاعته إيه رأيك آخر حاجة دعي لهم أحياء أو أموات واحد من التابعين واحد بيسأله كم مرة أدعو لأبي وأمي مرة في السنة ولا مرة في الشهر ولا مرة في اليوم قال خمس مرات في اليوم قال لما قال ألم تؤمر بخمس صلوات في اليوم قال نعم قال ألم يقول الله أنشكر لي ولي والديك مش أنت بتشكر ربنا خمس مرات في اليوم أشكرهم فأشكر أنشكر لي ولي والديك ففي كل صلوة في ناس بين السجدتين لما يزجد ويطلع من السجدة اللهم اغفر لي ولي والدي وللمؤمنين والمؤمنين لازم أبو يا أمي وخلاص وبعد كده التعود عليها إننا كل صلوة لازم بدعي لأبو يا أمي يقول النبي صلى الله يؤتى بالرجل يوم القيامة فترفع له درجاته في الجنة فيقول يا رب بما هذا فيقول بدعاء والدك لك هو مكانه تحت لا نفسه طلع في الجنة يا رب أنا ما عملتشو حاجة دي كلها قصبنا كان بداي لك هيا يا شباب على فكرة ممكن تكون أبوك همك ماتوا وانت عاق فبعد ما يموتوا تبدأ تبر تسأل على أهلهم صحبهم تدعيلهم عمرة حج صدقة استغفار توبة لربنا فتقلب بعد موتهم بر أنا مش عايز أقفل الطريق قدام حد حتى اللي أهله ماتوا يا ناس اللي نسيتوا أهليكم بعد ما ماتوا بعتوا لهم حسنات ويا أباء ساعدوا أولادكم يبقوا برين بيكم أعن ابنك إنه يكون بريك يعني ساعدوا قرب منه اديلوا الفرصة أنا خلصت الحلقة سبع حاجات مين ناوي هتدخلوا على النات هتلاقوا تفاصيلها واللي عنده قصة أو حدوطة في بر الأبو أو قصة مؤثرة في علاقته بأبو أمه يبعتها لنا فاضل حاجة أقولك على حاجة تساعدك على كل الحاجات دي أو تلخص كل الكلام ده صاحب أبوك أمك صاحبهم عمرك شفت في القرآن جات كلمة علاقتك بأبوك أمك غير بكلمة صاحبهما وصاحبهما في الدنيا معروفة صاحبهم هم السبع حاجات دول معناهم صاحبهم الرجل اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي أصاحب مين قال أمك يا رسول الله بسألك عن كده أنا بسألك على الصحاب فافتكر أن النبي بيجاوبوا على حاجة تانية قاله طب خلاص ماشي ثم من قال أمك يا رسول الله أنا بسألك على الصحاب أصاحب مين قال أمك قال ثم من قال أبوك دول أول مصة صاحبهم صاحبوا أهليكم صاحب أبوك وإنتوا يا أباء ساعدوا أولادكم صاحبوكم ما تقفلش تفتح أبيك افتح درعاتك ليهم هتعملوا يا شباب السبعة حاجة أخيرة السبعة أعبود ربنا معبوكم تخلي السبعة مية عشان لو أنت بتقول مش قادر أكسر الحاجز وخش مش قادر أعمل السبعة أقولك على حاجة بقى تخليهم مية خالص تيجو نصلي مع بعض تفاكرين أول حلقة في رمضان أعبود ربنا سوا تيجو نصلي مع بعض تيجو نقرأ فرآن مع بعض تيجو نذكر ربنا مع بعض تيجو ندعي مع بعض حتتكسر الحواجز وتلاقي نفسك قادر تعمل السبعة يا رب يعني أسأل الله طبعا تعالى أن الهم دا يكون وصل لكم يا رب يا رب يا شباب كل واحد فيكم يروح النهاردة بيجري على أمه عايز أرضيكم وعايز أسعيدكم وعايز أستشيركم وحصبر عليكم وحدعلكم مين بقى ناوي بعد الحلقة دي يطلع بالروح دي مين هيتحرك بالروح دي بقلبتنا أمانة صنهار وفي الوعد موت دا ورحمة واختبارات تقوي البت تزيد وسلبات تدقى وقات ترقى وقات تسلمها بالله مدام في البيت محبة وطاع وأهل وكل فرد جماعة مسرنا أنه الأغلى شفاعة من رسول الله وصعنا وصعنا ربنا وصعنا بقلبتنا أمانة صنهار وفي الوعد من الليلة صفحة جديدة من الليلة فخدنا متعينا نفتح قلوبنا البع وصعنا وصعنا ربنا وصعنا حقوق الإعلان الحصرية لهذا البرنامج ميديا لاين هذا البرنامج من إنتاج إبونات إبونات موسيقى